بسم الله الرحمن الرحيم تابع الأمور بين فترة وأخرى وبشكل دوري طبعاً لا بد أن نبدأ برؤية معينة لما يحصل في العراق اليوم لأن هذه الرؤية توحد مواقف الجميع نحن اليوم السلطة التنفيذية سواء كانت اتحادية أو محلية وبالتالي موقف السلطة التنفيذية ينظر إليه الشعب العراقي يتطلع إليه ينتظر منه سواء على صعيد اتحادي أو على صعيد محلي لا يخفى على أحد بدءاً من 11 بدأت مظاهرات مهمة جداً في العراق في الحقيقة هذه المظاهرات نحن نراها صحيحة في الاتجاه الصحيح تسعى لمعالجة تراكمات كثيرة ليس فقط من 2003 بل من 2003 وما بعد وما قبل 2003 من تراكمات كثيرة اختزنت في الجسم العراقي أمور كثيرة من حروب سابقة من أنظمة سابقة من موروثات كثيرة نقلت إلى النظام السياسي بعد 2003 وكذلك مجموعة التدافعات التي حصلت بعد 2003 كلها اختزنتها هذه التظاهرات والمطاليب المطروحة تعكس هذا الاختزان تعكس هذا الخزن الذي حصل في الجسم السياسي العراقي الجسم الاقتصادي الجسم الاجتماعي الجسم التشريعي الجسم النظام السياسي تم فعلاً خزن كل هذه الأمور سابقاً تحصل أزمات في البلد في أحيان كثيرة كانت هذه الأزمات لا تحل وإنما تطوق تحل بأزمات أكبر قد تأتي الحلول تخديرية ترقيعية لكن الحل الكبير لا يتحقق لا سياسياً ولا اجتماعياً ولا اقتصادياً فبالتالي تراكمت الأمور بشكل حقيقة واضح جداً لكل صاحب بصيرة وفي لحظة معينة كما يحصل عندما تختل الطبيعة يختل السلوك في داخل الطبيعة تنفجر بشكل تسونامي بشكل زلزال بأشكال مختلفة من حالات التنفس أو التنفيذ اللي راكم أمور تأدي إلى مثل هذه النتائج على صعيد النظام السياسي هناك مشاكل لا شك أن الدستور العراقي تم الاستفتاء عليه ولا شك أن الدستور العراقي تم إقراره في غروف محددة لكن لا شك أيضاً أن الدستور العراقي اليوم أصبح هو المضلة التي يستظل بها الجميع يعني حتى إذا كان هناك ثغرات سواء ثغرات تأسيسية منذ البداية أو ثغرات بسبب 15 سنة كل الدول تعدل في دساتيرها تحدث تعديلات لأن الظروف تتغير لا يمكن الجمود على هذا النص سواء بسبب هذه الظروف المتغيرة أو بسبب منذ التأسيس كان هناك غموظ فهناك حاجة إلى تعديلات دستورية كيف نجري هذه التعديلات؟ هل نجريها عبر البدء من جديد؟ أم بالاستناد إلى الآليات الدستورية التي ممكن الذهاب بها بعيداً لإحداث التعديلات المطلوبة التصويبات المطلوبة سواء كانت تأسيسية أو سواء كانت لسد إشكالات كشفت التجربة عن تعثرها أو عدم فعاليتها مثلاً الكتلة الأكبر كثير من الأمور لا أريد أن أدخل في تفاصيل لكن كثير من الأمور موجودة في مثل هذه التعديلات إما البدء من الصفر من سيبدأ؟ كيف سنبدأ؟ من هم أطراف العقد؟ من سيقرر؟ من هي الجماعات؟ نحن لدينا نقطة تأسيس واضحة وهي وجود دستور قد يكون متفق عليها مئة بالمئة قد تكون هناك أمور مختلف عليها فالبدء من الدستور والآليات الدستورية هو الطريق الأوضح من أجل فعلاً إجراء تعديلات دستورية بما في ذلك تغيير طبيعة النظام السياسي التعديل الدستوري يصل إلى إمكانية تغيير النظام السياسي وأطراف العقد متوفرين موجودين وممكن القيام بهذا الأمر مثلاً مطلوب الآن تعديل قانون الانتخابات من أين نبدأ؟ نبدأ من لا مكان؟ نبدأ من لا جماعة؟ أم نبدأ الآن لدينا حكومة؟ لدينا برلمان؟ نستطيع أن نغير تماماً قانون الانتخابات؟ لا ننكر حصلت فجوة بين القوى السياسية والجمهور بسبب قانون الأحزاب وبسبب قانون الانتخابات وهذه الفجوة إلى حد كبير قامت باحتكار نتائج الانتخابات من قبل الأحزاب لأن قائمة كبيرة واحدة بضعف أعداد المقاعد لا يمكن لشخص مستقل أن ينافسها مهما كان فبالتالي القائمة فائزة سيقال لكن في كل دول العالم تفوز أحزاب صحيح لكن الأحزاب في دول العالم أحزاب تختلف في بنيتها عن الأحزاب أو القوى السياسية الموجودة في العراق الأحزاب لا تزال لم تجدد بنيتها مع النظام الديمقراطي الجديد بقيت أحزاب فيها كثير من القوقعة وفيها كثير من تقاليد العمل المعارض السابق وبالتالي بالتدريج في البداية كان لها شعبيات واسعة لكن بالتدريج وصلنا إلى حالة من الابتعاد عن الجماهير لذلك لاحظنا في الانتخابات الأخيرة نسبة متدنية من المشاركة نحن كمجلس وزراء قدمنا تعديل على قانون الانتخابات لمجالس المحافظات تحاول أن تنصف المستقلين ولا تدفع المستقل أن ينتمي إلى حزب لكي يفوز بمقعد لكن أيضا لم يصوت على هذا المقترح في مجلس النواب وبقينا في إطار سانت لوغو الآن قدمنا من جديد هذا القانون حتى نفسح فرصة للمستقلين بشفافية أعلى ومساهمة أكثر قد تذهب التعديلات لأبعد من ذلك قد تذهب إلى انتخابات على صعيد القضاء مثلا يدرس فلذلك أقول من سيدرس الموضوع هل سنوجد هيئة من خارج كل الجسم الاجتماعي والسياسي من سيعطي هذه الهيئة الشرعية هذه مؤسسات أخذت شرعية نسبية وشرعية دولية وشرعية أممية والبدء منها هو الأساس الذي ممكن فعلا إحداث إصلاحات حقيقية سواء في قانون الانتخابات سواء في قانون الأحزاب فيما يخص المحاصصة لذلك بسرعة إحنا أرسلنا مجلس الخدمة الاتحادي وصوت عليه فعلا في مجلس النواب هذا المجلس معطل من سنوات طويلة استطعنا بسبب لذلك أقول المظاهرات شيء صحيح لأن ضغط المظاهرات قاد إلى الدفع باتجاه قبول مشاريع كانت موجودة بس موضوع على الرف والآن بسبب هذا الضغط أصبح بالإمكان أن هذه المشاريع تمرر بسهولة أكبر بكثير مما كان يمكن أن تمرر سابقا لذلك عطلت وأعتقد هذه من المنجزات لذلك يجب أن نستثمر خروط شعبنا وإبداء كل هذه الأمور سواء كانت نتفق معها أو نختلف معها لكن هذا الغضب هذا الصوت الهادر يجب احترامه ويجب الاستماء ويجب الذهاب لتحقيق مطاليب العادلة هذا شيء لا إشكال فيه سواء كانت المطاليب ذات بعد سياسي سواء كانت المطاليب ذات بعد حقوقي خدمي بطالة شباب إلى آخر كلها مطاليب مشروعة وجاءت إلى المحافظات وفوت من الوزراء وأخذت مطاليب المحافظات سنبحث هذه الأمور بالتفصيل مع المظاهرات التي نقر جميعا بشرعيتها وسلميتها لا شك الآن تلاحظون أن البعض حقيقة يتخذ المظاهرات كدرع بشري يتخذها كعمل يقوم به بالتخريب لذلك فصلنا نحن كحكومة شرعية في كافة بياناتنا أن هناك تمييز بين المتظاهرين السلمين الذين يجب حمايتهم ويجب الاستماع تماما إلى مطاليبهم واعتبار أنفسنا جزء منهم وفي خدمتهم وبين من يريد التخريب لا يقول لأحد أن حرق بيوت أو حرق مقرات أو حرق مؤسسات هو عمل ينتمي إلى المظاهرات السلمية هذا سمى مجلس القضاء سمينا إحنا بالمخربين هذا ولدي يخربون لا أحد يقول لي أن دعوة مثلا لمنع الدراسة هو عمل صحيح هذا غير ممكن كيف ممكن لجهة هي تدافع عن حقوق شريحة مهمة من الناس هم المعلمين أن يعطلون حقوق عشر أضعاف أكثر من عشر أضعاف أعدادهم من التلاميذ والطلبة هؤلاء لهم حقوق في التعلم نعم ممكن للمعلمين أن يتظاهرون خارج أوقات الدوام ممكن أن يعتصمون ممكن أن يرسلون مذكرات احتجاج هناك مهل لا يمكن فعلا تعطيل العمل منها الآن إذا الأطباء ضربوا هل هذا عمل بجانب إصلاحي حتى لو كان بجانب حقوقي معين لكن هل بالإمكان فعلا أن ننوقف العمليات وننوقف التطبيب كما يحصل الآن يحصل تعطيل في الدوائر الصحية هل بالإمكان الدفاع عن مثل هذه المسألة غير ممكن الآن مجلس القضاء بعض المحامين أيضا يريدون يضربوا الأمر من ناحية المصلحة العامة ومصلحة المواطنين من حق المحامي أن يحسن أوضاعها هناك وسائل عديدة للإحتجاج وللضعوط لكن ليس بالإضراب لأنه اليوم أنا ما أقدر أقيم أي دعوة بدون ما أوكي المحامي معناته لا توجد دعاوة من الآن إلى أن ننتهي من هذا الملف كيف ممكن للمحاكم أن تحسم الأمور بعدالة أو كما نقول وفق القضاء إذا كان ماكو محامين معناته إحنا أضرينا أكثر مما نفعنا والسيد وزير العدل يؤيد وجهة النظر هذه وهل هم جر قيسوها على عدد من الأمور أو أن نقطع الشوارع طيب عندما نقطع الشوارع ماذا يتسبب غلاء في الأسعار عدم وصول الناس إلى وظائفها قد تحصل أمور مضاعفات غير صحيحة طيب هل ممكن لعدد أن يعطي الملايين من يعطي الشرعية لمثل هذه الأعمال هذه ممكن تحصل لساعة معينة لوقت معين للضغط للتعبير عن الضغط لكن أن تأخذ فترات طويلة هذا حقيقة يؤذي البلد لا يخدم الفقراء يرفع من الأسعار إلى آخر الآن عدنا مثلا محاولات فيما يخص القطاع النفطي إذا تعطي القطاع النفطي ماذا سيحصل بالبلد كل المطاليب الخدمية والإصلاحية تطلب أموال إذا أنا الآن الأجواء لا تكون مناسبة للاستثمار ناقشنا في جلسة مجلس الوزراء ماذا نعمل بمعرض بغداد الدولي كان هناك حوالي 700 أكثر من 700 شركة كبيرة تريد المساهمة في هذا المعرض الآن عدد كبير بسبب الأوضاء يحجم عن المجيء طيب هذا ضرر كبير كيف ممكن أن نؤسس لفرص عمل مع غياب المشاريع كيف ممكن أن نحقق نمو في الاقتصاد الوطني إذا ما عدنا مشاريع كيف ممكن أن نلبي حتى المطاليب البسيطة إذا كان نتعرض إلى عرقلة في قطاعنا النفطي بل كيف ممكن أن ندير حتى الحجم الحالي للدولة إذا ما كان أدنى الموارد المالية الكافية في الفترات الماضية حصلت مديونية متزايدة حتى المديونية بهذه الظروف ستكون أصعب بكثير وشروطها أقسى بكثير على العراق في موازنة 2017 نحن ندفع حوالي 10 تريليون دينار عراقي عن سداد ديون وفوائد إيش قدر المطلوب أن نوصل في ديون يعني هذه فوائد الديون أقصات الديون وليس عين الدين وليس أصل الدين فبالتالي لا يقال أن الوضع الاقتصادي ممكن أن يتقدم أو يتحقق إصلاح مع استمرار تجاوز على القانون القانون يحترم في سلمية التظاهر وسلمية التعبير عن الرأي لكن أخذ القانون رهينة وتعطيل القانون هو مخالف للقانون يجب مواجهته بشدة ويجب الاتفاق على مثل هذا الأمر فأدنا سلوكيا واضحا السلوك في دعم التظاهرات وتفهمها وتبنيها واعتبارها حقيقة إنجاز كبير يجب التعلم منه والأمر الثاني التجاوز واستغلال مسألة التظاهرات في عمليات يعني البارحة مثلا البارحة حوالي 150 عنصر يأتي بملابس عسكرية كاملة بملابس الرد السريع اللي هو صحراوي مرقط ولابسين خوة حقيقة جيش منظم له قيادة وله ويتقدم ووراء أيضا نسوة وأطفال يدفعون هؤلاء للقيام باشتباكات مع القوات الأمنية السيد وزير الدفاع موجود السيد وزير الداخلية موجود طيب هذا كيف تواجه كيف تواجه مثل هالأعمال اللي هي أخذ الطابق عسكري وإلى حد الآن احنا في وضع دفاعي كامل لسنا في وضع تعرضي أو هجومي ولذلك سهل تخترق خطوطنا لأن لا نستخدم النار لأن نستخدم أبسط الوسائل دول أخرى تستخدم وسائل أقسى بكثير مما نستخدم مع ذلك النلام ومع ذلك عندما يتجاوزون هؤلاء حدود معينة تبدأ الصراخات تبدأ الصراخات من البعثات الدبلوماسية تبدأ الصراخات من المؤسسات تبدأ الصراخات من الأهالي وين الدولة ليش ما تدافع طيب كيف تغل إيدنا من جانب وكيف يطلب أن تطلق إيدنا من جانب آخر بدون التمييز بين مظاهرات سلمية يجب حمايتها وبدون التمييز بين مخربين يريدون الاعتداء على المصالح العامة والخاصة حتى على النفس زين كيف بالإمكان فعلا أن نؤسس لنظام يحمي المواطن ويحمي الدولة ويحمي القانون ويحقق المنجزات المطلوبة هناك مطالبات مشروعة لاستقالة الحكومة نحن دائما قلنا ما عندنا ما أنا أسهل شيء عندنا الاستقالة لكن إذا استقالت الحكومة بدون وجود بديل سلس وسريع ماذا سيكون ستستمر الحكومة لأن ستكون حكومة تصريف أعمال يوميا هل أنجزنا شيء في هذه الخطوة هل تقدمنا أم تراجعنا وإذا استقالت الحكومة وبقت حكومة تصريف أعمال يومية وتأخر البرلمان عن إيجاد البديل وبقينا في حالة يعني معلقة نحن غير قادرين على التوقيع على اتفاقات جديدة غير قادرين على مشاريع جديدة عندنا موازنة 2020 الآن تحضر وتعد ويجب إنهاءها فبالتالي ما هي ما هي جدوى نحن قد نرتاح نتخلص من مسألة يأتي يعني إذا يجي غيرنا يأخذ أعباء زين في مواجهة أحداث صعبة ماكو تشبث بالسلطة وأعتقد كل مجلس الوزراء وكل المحافظين على استعداد لتقديم استقالاتهم إذا كان في هذا خلاص للبلد لكن الآن ترك الأمور في فراغ ترك الجيش بدون قائد عام بكامل صلاحياته أو القوات المسلحة وليس الجيش فقط القوات الأمنية هل هذا فيه منفعة أو فائدة فدائما نقول لهم إخوان هناك قوة سياسية هناك مجلس نواب يجرسون يجدون البديل المناسب قضية ساعات وليس أيام ساعات تسلم تسليم وتسلم وتؤسس حكومة جديدة وعلى بركة الله نمشي وقد يكون هذا حل الأزمة هذا شرط وليس أي شرط آخر أو مثلا انتخابات مبكرة احنا ما عدنا بالعراق في الدستور شيء اسم انتخابات مبكرة إلا بحل البرلمان لا نستطيع الذهاب إلى انتخابات مبكرة بدون حل البرلمان فيقولون مثلا احنا نحل البرلمان بس ننطي صلاحيات في بعض الأمور طيب من يقرر هذا الأمر من يقول ما هي الصلاحيات جهة واحدة أفراد نخبة مجموعة ثم من يضمن أن الآخرين سيوافقون أنا وافقت من يضمن أن بقية الأثقال الاجتماعية أو السياسية ستوافق ما يكفي أن نطرح فكرة أنا راضي عنها يجب أن نطرح فكرة تلقى قبول ولها سياق واقعي بدون قبول وسياق واقعي لح ترتد علينا مثل هذه الخطوات فبدون حل البرلمان الآن رئيس الوزراء يقدم طلب إلى رئيس الجمهورية بحل البرلمان ونذهب إلى البرلمان هذه خطوة سهلة بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية سهلة راحت إلى البرلمان طيب عارض البرلمان محل نفسه ما جاب 165 صوت سوينا لح نرجع لي وراء نقول لازم نجد حل آخر لا صوت على نفسه ونحل البرلمان يجب أن تعقد انتخابات خلال 60 يوم طيب وين مطلب وين مطلب إذن تعديل المفوضية وين مطلب تعديل قانون الانتخابات من سيقرر هل ستأتي جهة خيالية تقرر من سيقرر هذا الأمر هذا الأمر الآن بالسياق الحالي ممكن إقراره بسرعة من قبل مجلس النواب لكن بدون مجلس النواب من سيقرر وإذا عشر عشرين مليون وافق من يضمن أن التسع مليون أو العشر مليون الآخرين أو الخمسطعش مليون سيوافقون فنرجع أحنا المرة بدل من حل المشكلة نوجد تصادمات جديدة بدون أطر دستورية أو قانونية من أجل حلها فبالتالي يجب أن ننظم سياقات وأعتقد إذا أكو مكسب بإيدنا مهما يكون الخلل في الدستور المكسب بإيدنا هو أن لدينا دستور ينظم لنا هذه الأمور وكل هذه الأمور المطروحة ممكن فعلا أن تنفذ أبر السياقات القانونية والدستورية الجارية حاليا قد تكون بطيئة قد تكون متكاملة قد تشوه أحيانا قد تعطل أحيانا لكن أفضل من كثير أن نذهب إلى مجهول ونذهب إلى لا رؤية وثم واحد يعتبع الآخر لو كنتم سووها قبل كان صارت هالشكل كل واحد لح يجد تبرير وعذر لنفسه في هذه القضايا أظن مسؤوليتنا احنا في الدولة وهنا أعلى هيئة تنفيذية في البلد مسؤوليتنا في الدولة أن ندافع عن مصالح البلد عن أمن البلد عن مصالح المواطنين المهمة صعبة يجب أن ندعم فبالتالي لا نمتلك حقيقة سوى القيام بواجبنا حسب القانون أو حسب ما يقتضي الدستور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر